أعلن جيش الاحتلال الصيوني مقتل أحد جنوده على يد قناص من الجيش اللبناني فيما أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلامة أنها تعمل مع الجانبي لمنع تصاعد الحدث وقال الجيش الصيوني في بياننا أن قناص من القوات المسلحة اللبنانية أطلق النار على مركبة إسرائيلية قرب معبر روش هانيكرا الحدودية فيما أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أن سلطات الكيان الصيوني قدمت شكوى لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان ورفعت حالة الاستعداد على الحدود إلى ذلك قالت جريدة هارتس الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلية يترك للطاقم السياسي تقرير الرد المناسب على مقتل الجمدي الإسرائيلية